قبل مغادرته وزارة الاتصالات حرص جمال الجراح على تنفيذ مخالفة أخيرة في مسيرته الحافلة في الوزارة من دون العودة إلى مجلس الوزراء قرر الجراح تنديد عقدي شركتين أوراسكوم وزين المشغلتين لقطاع الخلوي ثلاثة أشهر في الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 2018 ذريعة الجراح تسير المرفق العام وهي خطوة كان قد سبقه إليها وزير الاتصالات السابق بطرس حرب على أن مضمون القرار لا يشمل التمديد للعقدين فحسب بل تعديله أيضا إذ اقتدت تعديل عدم تصرف الشركتين في المواضيع الأساسية من دون الحصول على موافقة الوزير المسبقة والخطية وأعطى القرار مثلا على ذلك الاستثمارات والنفقات التشغيلية والهيكلية والرواتب والمكافآت والترقيات والتوظيفات المستغرب في قرار الجراح الذي يوفر سلطة مطلقة للوزير هو عدم اعتراض أي من أعضاء هيئة المالكين ومجالس إداراتي زين وأوراسكوم على قرار يجردهم من جميع صلاحياتهم ودورهم الرقابي ولم يقدم أي منهم طعنا في القرار والاعتراض عليه المعترض الوحيد الذي طعن في قرار الجراح مدير شركة زين السابق وسيم منصور على أن طعن منصور المقدم إلى مجلس شورى الدولة الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار لم ينظر فيه إلا اليوم أي قبل عشرة أيام من نهاية التمديد وعلمت الجديد أن رئيس مجلس شورى الدولة ونظرا إلى ضيق الوقت وأهمية القرار والتعن فيه أمهل هيئة القضايا في وزارة العدل خمسة أيام بدلا من خمسة عشر يوما للحصول على ردها قبل بتي قرار الطعن أدم شمس الدين قناة الجديد